موسيقى تفاصيل خلية الأزمة التي قمع تظاهرات العرب انضمت مجموعة من الميليشيات العراقية وقادت الأمن العراقيين في الثالث من أكتوبر إلى ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتشكيل الخلية في بغداد عملت الخلية من غرفتي عمليات إحداهما في منزل آمن سري في الجادرية والثانية في مبنى لهيئة تابعة لقوات الحشد الشعبي قرب مستشفى بن سينة وسط العاصمة تلقت الخلية المشورة من ضباط اتصال إيرانيين قدموا مواد استخبارية عن النشطاء واتصالات آمنة للقناصة وهذه أسماء أعضاء الخلية قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة وصل إلى بغداد في الرابع من أكتوبر لضبط الأنشطة الحكومية ضد الاحتجاجات أبو مهدي المهندس اسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم وهو قائد عمليات قوات الحشد الشعبي صنفته الحكومة الأمريكية إرهابيا في العام 2009 فالح الفياض مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي عاد الفياض إلى بلاده في الرابع من أكتوبر بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن عمل مباشرة مع الخلية الإيرانية وقد وفر له الدعم مساعده الإداري حميد الشطري أبو جهاد اسمه الحقيقي محمد الهاشمي وهو مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهني التحق بالخلية بعد عودته من بريطانيا في الخامس من أكتوبر وقد نفت حكومة عبد المهدي في بيان علاقة الهاشمي بقمع التظاهرات قيس الخزعلي الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق دعم بشكل كامل حملة القمع والتشهير بالمتظاهرين بمساعدة الحرس الثوري الإيراني بوصفهم محرضين مدعومين من الخارج أبو زينب اللابي اسمه الحقيقي حسين فالح اللامي قام بتنسيق عمليات القناصة ضد المتظاهرين أبو منتظر الحسيني اسمه الحقيقي تحسين عبد مطر العبودي وهو رئيس العمليات السابق في قوات الحشد الشعبي والمستشار الحالي لرئيس الوزراء لشؤون الحشد أدى أبو منتظر دورا هاما في جمع الجهات الفاعلة في خلية الأزمة أبو تراب اسمه الحقيقي ثامر محمد إسماعيل وهو عضو في منظمة بدر المدعومة من إيران ويرأس حاليا فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية ونشر خلال التظاهرات قناصين لاستهداف المدنيين حامد الجزائري قائد سرايا طليعة الخرسائي أو اللواء ثمانية عشر في قوات الحشد الشعبي ساعد في تنسيق الهجمات على محطات التلفزيون أبو آلاء الولائي اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي وهو قائد ميليشيا كتائب سيد الشهداء المدعومة من إيران عمل مع خلية الأزمة وقدم قناصين لعملية القمع أبو إيمان الباهلي وهو رئيس مديرية الاستخبارات في قوات الحشد الشعبي ومسؤول الارتباط مع استخبارات الحرس الثوري الإيراني وقد أعد قوائم أهداف من نشطاء المجتمع المدني والصحفي هل تكشف الأيام القادمة أسماء متورطين آخرين في قتل متظاهر العراق